يا صباح الخير على كل مشاهدينا اللايف وشبكة أنتين في كل حتة في الدنيا هنكون معاكم نهاردة في حلقة نهارك سعيد من تسعة الهداشر الصبح على الهوى مباشرة يا رب يبقى يوم سعيد وابداية اسبوع سعيدة على كل المصريين في كل حتة هيكون معنا حلقة متنوعة جدا قبل ما أقول عنها أي حاجة أصبح على زميلتي معي سبا خير سبا خير يا فاتي سبا خير يا كلب يتابعونا وطاني يوم لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية أكيد الأحداث في مصر في فترة جاية هتكون ساخنة جدا خلينا نبعد عن رئاسة شوية ونتكلم على المواضيع اللي معينا النهاردة وفي فقرتين على موضوع مهم جدا وهو أهالي سيناء وقت الثورة كلنا سمعنا يعني إلا ما كانش سمع قبل كده على مشاكل أهالي سيناء أكيد عرفها وقت الثورة كلهم كانوا موجودين في مدان التحرير كانوا بيتظاهروا وكانوا موجودين معنا مدة 18 يوم النظام السابق كان عاملهم مشاكل كتير هل اتحلت ولا لأ هل قدروا ينجزوا كل المشاكل اللي كانت عندهم بعد الثورة ولا لأ هنعرفوا النهاردة في فقرتين فقرة الأولى مع أستاذ مصطفى عبد الرقوف أنه هي عضو مجلس الشعب والفقرة التانية مع الشيخ عيادة زايد سلامة شيخ قبيلة الأخارسة وقضايا مواطنين سيناء وكمان رئيس حزب نهضة مصر أستاذ أحمد أبو النظر وده طبعا تأكيدا مننا على أهمية سيناء وأهمية موقعها وغير كده من المشكلات الكثيرة طبعا اللي تتعلق بسيناء وطبعا منها الأنفاء ومنها حاجات كتير جدا هيتناقش فيها بالتفصيل في الفقرتين لكن هيكون معنا فقرة تانية مهمة جدا عن البورصة احنا دايما في أول الأسبوع وفي آخر الأسبوع بنتكلم عن البورصة بنشوف وصل الفين خصوصا كمان إنه الأسبوع اللي فات شهد امتعاش كويس للبورصة هنتكلم بالتفصيل مع ضيفنا أستاذ هاب سعيد خبير على أوراق المالية هنتكلم معه إيه اللي حصل في البورصة الأسبوع اللي فات وإيه اللي متوقع الأسبوع ده رواية تانجو موال الرواية لمي خالد هنعرف عنها أكتر النهاردة فقرة خاصة لكن خلونا نبتدي فقراتنا بالصحافة مع الصحف إعماد خليل الصحف جريت المصري اليوم بعد الفصل على طول مع مي تابعونا